السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة دي الخمسة وعشرين في شهر تمانية سنطرق العدة أخبار من بينها الهجوم دي الحزب الله الواسع على إسرائيل وكذلك الهجوم الاستباقي دي الكيان الصهيوني صبيحة اليوم قبل الفجاري إخوان سنرى التفاصيل ونرى في وسط المفاوضات اللي كانت في القاهرة بالحضور دي الحماس كما أنه عم تشوفوا أخبار الجارية المغربية مواطن مغربي في مدينة نفارا حاليا يتواجد في السجن من بعد ما أنه إخوان كيصرع الأبناء دياله لأنهم اقتانع عندهم مسب الجن أو أنهم سكونين المهم السيدي إخوان داس كذلك أمام القاضي دي التحقيقات الأولية لأكد المتابعة دياله في حالة اعتقال غن تكلموا كذلك على الجرائم دي القتل الكثيرة اللي كانم بالجارية المغربية في هاد الأيام الله يحد لباس ولكن صدقوني راه الجرائم كثيرة عير البارح يعني الليلة ديال السبت والأحد توفى وجوجية المغربة مطعونين وواحد آخر راه مبحوث عنه لأنه وقتل أوكراني غنشوفوا التفاصيل والله يدير شي شوية الخير والله يهدي النفوس غنتكلموا كذلك إخوان على التوظيف كيف ما قال الوزير تزانغريلو كينة ميو سبعين آلف وظيفة وميو سبعين آلف منصب مع الإدارة العامة يعني مناصب ديال الشغل لوحد كيترسم مع الدولة ميو سبعين آلف من هناين نهاية السنة يعني يعرف هاد الربع شهر اللي باقى غن تكلموا على البعض منها وغن شون تكلموا كذلك إخوان على المقتد ديال شارون سيدة الإيطالية اللي صراحة تقريبا داز على الوفاة ديالها شهر هادي ورجال الشرطة ما زالك يقلبوا على شكون هوي القاتل وحال انت يقلبوا على السيد ليداز ببكالا وخيعني الشوكو كل هاي إخوان حول الرافق ديالها اللي تيقول على راسه بارئ ويقولوا أنا ما محتاجش نهائيا حتى المحامي غن تكلموا على عدة أخبار أخرى وكيف ما لعادة كنبغير شكركم جزيلة شكر على الدعم ديالكم من القناة والناس اللي لم تشاركاش يشاركوا باشقوا توصلوا بالجديد إن شاء الله فالفقر يا إخوان غدي نطرقوا الأخبار ديال الجالية المغربية والخبر الأول نوعا ما غريب بحكم أنه حاليا في البروفينشي إخوان أو المدينة ديالنظارة كيتواجد مواطن مغربي رب أسرة عنده زوجة وجوج ديالأبناء كيتواجد في السجن والسبب يا إخوان على حسب القول ديالرجال الشرطة هم يجنون هات السيد منذ صيف سنة 2020 مقتانع وهاتشي تأكدوا منه كذلك رجال الشرطة أنه الأفراد ديال العائلة دياله مسكونين أو مقيوصين بالجن ولذلك كان كيلزم عليهم أنهم يشربوا كل واحد فيهم يا إخوان خمسة يطروا ديال واحد السائل ما للون ديالهم غير شوية ما كيبانش فيهما واش ما ديال القرآن واشي حاجة أخرى المهم هات السيد دي إخوان كان كيلزم على الأفراد ديال العائلة دياله أنهم يشربوا كل واحد منهم خمسة يطروا ديال هات السائل مرة في الشهر بطبيعة حل اللي غدي يوقع هو أنه الزوجة ديال هات السيد اللي عنده 47 عام غدي تتاصل بالجار الشرطة لأنه في هذه اللحظات الأب كان كيلزم علي الإبن دياله اللي هو يا قاسر أنه يشرب وحد الخمسة يطروا والإبن يا إخوان لو قيته اللي دخلوا البوليس لقوه صفر ولقوه كيرض علاش لأنه كتر من ذك السائل ومن يجاو يدروا البحث ديالهم لقوه في بيتنا عاش جوج قرعات ديال خمسة يطروا وحدة فيها السائل وحدة خاوية ولكن في القاعدية لها ما زال شوية من هذك السائل يعني حتى هي كانت عامرة وبنسبة كبيرة هي شرب الدري المهم السيدة إخوان رافقوا لكوه الصورة والعائلة الدوها من أجل الفحوصات و الوحيدة التي كانت تقدر أنها تتكلم اللغة الإيطالية شوية هي البنت البنت اللي حاولت أنها تشرح لهم كيفاش أنه الأب كان يلزم عليهم أنه من شربوا هذو خمسة يطروا والذي يرفض كان يتعرض لعنف جسادي وبطبيعة الحالي إخوان غايت ديوا للسجن ديال مدينة نوفارا وأنا كنت أظن أنه من بعد ما أنهم غايت سامعوا لي القادي ديالت الحقيقات الأولية قلت ربما غايت تابعوا في حالة صراح إلا أنه القادي غايت تابعوا في حالة اعتقال يعني بقام شدود في السجن وغايت بقام شدود حتى تتم المحاكمة دياله وبطبيعة الحال قادي يا إخوان لك فيما قتلكم نوعا ما غريبة وماشي عير هذي أول مرة لكن طرقوا الحالات من هذا النوع يعرف الجالية المغربية راقل من عام هذي في الضوحة ديالتورين ومواطن مغرب اللي عنده 43 عام وهم يأخوان كيسترعوا فيه توفى لهم في اليد ديالهم وبطبيعة الحال من بعد غايت حاولوا أنهم يديروا كأنه كان كيتعرض لمخديرات وماس بأوفيردوس المهم هذي قضية معاقدة وما زال قضاء غيبت فيها أما في هذا الحالة لا يدر شي شوالية الخير المهم إجمالا يا إخوان غايمشوا لخبر آخر وغادي نتكلموا على ذاك الشي اللي واقع في الجالية المغربية الخبر الأول غادي يكوني إخوان من البلدية ديال نوغارا اللي كينا في البروفينشا ديال فيرونا واللي هي منطقة فلاحية كيمشي وخدبوا فيها الشباب المغاربة في الفلاحة اللي غادي يوقع هو أنه الليلة ديال البارح ما بينسبتوا ما بين الأحد جو جيال الشباب مغاربة غايت ضاربوا ما بيناجم واحدي إخوان غايفز قرعة والضاربوا في ساحة كبيرة ديال المدينة غايت زقرها غايت هرسها وغايت ضرب المواطن المغربي الشاب وغايتسبب له إخوان في الجروح اللي كانت على المستوى ديالت الرية وعلى المستوى ديالت القلب وغايتوفى يعني غايتوفى ساعات قليلة من بعد في المستشفى الرجال الشرطي إخوان غايلقوا عليهم القلب وهات الشباب بجوجهم راها كانوا خدامين في الفلاحة يعني السبت والأحد كانوا خرجوا مع بعضياتهم أو طلاقوا ولا شي حاجة من هاد النوع وكانوا سكرانين وواحد فيهم ضرب الآخر الله يرحموه إخوان والله يغفر ليه وكذلك الله يصبر العائلة دياله أما في خبر آخر تهوي إخوان مشابه كيجينا من البروفينشا ديال مدينة طورينو مواطن مغربي لي في المنطقة ديال أورورا اللي كان في طورينو غايتمي إخوان طعن دياله ليلة ديال الجمعة وغايمشي للمستشفى وغايبقى في المستشفى إلى غاية ليلة ديال السبس الأحد يعني البارح وغايتوفى هذي إخوان تضرب معذيك ثمانية ونص وعلى حسن ما كيتبين لي ضربوا باقي ما لقوش البوليس ما زال كيبحتوا عليه وما زال روشارشي والأسباب رمام معروفاش تيقولوا ربما تقدر تكوني إخوان تصفية حسابات ما بين دراري اللي كيبيعوا المخدرات الله يذي الشوذية الخير أما في خبر آخر وهذي إخوان صادم للغاية واتطرقت ليه كثيرا صحف إيطالية وقعي إخوان في المناطق دي المدينة بيرغامو بالتحديد البلدية سميتا كاسادزا هذي إخوان هوي المواطن الأوكراني عنده 37 سنة وتوفى أمام هذا البار اللي كاني إخوان في هذه البلدية الصغيرة أمام الملاء وأمام بزفدة الناس وبزفدة الشهود اللي غادي وقعه هو أنه هذي السيد اللي هوي أوكراني جال إيطالي وجل الطاليان كنت عندهم مو فيها لخدمة بضانتي وحتى هوي كان خدمة بضانتي المهم فهذاك البار هو واحد الصديق دياله اللي هوي إيطالي غايت ناقش هو هذي الإيطالي علشي حاجة غايت ضربوا الإيطالي ببونيا وغايجي مواطن المغربي غايهز كاسي إخوان غايت ضربوا به الراس على حسب الناس اللي سوفوا تسجيل ديال الكاميرات كأنه هو خنشطاحت يعني السيد دربة لي ضرباته قتلاته في الحين لأنه المواطن المغربي هذك الكاسي اللي ضربوا غايشق له إخوان الجمجمة ديالت الرأس غايقس ليه دماغ يعني الدربة كانت قوية للغاية المواطن المغربي الوقاية اللي يضرب غايت تضرب حتى هو في اليد دياله وغاي عرف رأسه أشنو دار سريعا غاي عاية السيد اللي سكن معها إيطالي غايقول لي سلف للطنوبي الراني محتاجها وغاييركب عليها وغادي يهرب وهذا الشي يوقعي إخوان نهار 19 وشهر 8 من هذك الوقاية ورجال الشرطة تيقلبوا عليه وتيقلبوا على السيارة اللي كان هارب على متنديلها السيارة تلقاتي إخوان في الضواحي عير يوم الجمعة الماضي أما المواطن المغربي الحدود السعب ما زال ما لقوهش وما زال تيقلبوا عليه وكان شكوك كبيرة حول أنه يقدر يكون غادر التراب الإيطالي هذا عير شك ولكن بنسبة كبيرة سيكون مازال في الطالية لأنه الصعيب صعيب صعيب بزاف تفوت الحدود والبوليس عال في الهوية وكيقلبوا عليك المهم إجمالا الوقاية اللي جاء البوليس وكيف ما كنتشوف هذه اللحظات الأولى يعني الجثمان دياله مازال مغطي البوليس إخوان سيشدوا الإيطالي اللي تدار معها في الأول وسيشدوا الإيطالي الثاني لسل الفوت الموبيل سيديهم للحفز للمدة يومين أو ثلاث أيام وغيروزوا أمام القاضي ديالت تحقيقات الأولية اللي غيرتلق الصراح ديالهم وغيرتابعون في حالة صراح مهم هذا الخبر ركي تكلموا عليه بزاف الصحف الإيطالية خصوصا في الشمال أما في خبر آخر وهنا عير باش تفهموا المعاناة ديال بعض العائلات ستكلموا على السوريين عائلة متشكلة من أب وجوج ديال الأطفال وعائلة تانية متشكلة من أم وثلاثة ديال الأطفال بجوجهم يخوان كانوا يراكم الفوحة السيارة باش يلتاحقوا بالأزواج ديالهم اللي كينو في ألمانيا يعني السيدة غادي هي بنياته باش تلاقى مع راجلها والسيد غادي هو ولداته باش يتلاقى مع المراد اللي كينو في ألمانيا هذي إخوان سوريين نطالقوا من سوريا نحو توركيا السيدة كانت كتقرر المات في توركيا لمدة سنتين والسيدة اللي تحق بتوركيا يعير باش يجي لألمانيا المهم غايلقوا في الانترنت وحد العيس صاحبا اللي كتدخل ناس اللي كي يخدوا من عندك فلوس السيدة عنده ثلاثة البنيات أو ثلاثة الوليدات خدوا من عنده سلف دولار والسيد اللي عنده عير جوجية الابناء أخذوا من عنده سبعة الاف وخمسمية وغادن بيومي إخوان حتى وصلوا لإيطاليا فلو طورت ديال الميسر اللي كين في شمال إيطاليا غايت سات حي إخوان مع واحد الفارغونيت اللي خدام لصالح الشركة ديال طرق السيار ديال طورت غايت دربوا فيها ولوقيت اللي توقع الكسيدة غايت تشفو بلا أنه السيد اللي كان سيق وكين السيدة والخمسة ديال الأبناء اللور وكين السيد لأب ديال جوجية الأبناء اللي كان في الكوفر يعني كذو الرحلة كاملة لهدف الرئيسي أنهم يوصلوا الألمانية عد العائلات ديالهم المهم الحمد لله بالنسبة للعائلات أراهم وصلوا إخوان الأوروبا وغاية قدروا يلتحقوا بالعائلات ديالهم إلا أنه بالنسبة للمواطن فهذا الفقر يا إخوان سنتكلموا على الجديد ديال الأخبار اللي كتجي من القطاع ديالغزة أو من جانوب لبنان وكذلك من القاهرة اللي فيها يا إخوان كتداروا المفاوضات فهذه الساعات ما بين الجانب الإسرائيلي وكذلك حماس لهذا المرة بخلاف المرة الفيتة حضرات كذلك من الممثلين ديالها حماس اللي بطبيع الحال من بين الشروط المهمة اللي ما زالك تطالب بها هو أنها تخرجي إخوان إسرائيل من المعبر ديالفلادلفيا هذا المعبر للطول دياله 14 كولومتر وهو يلي كين ما بين الحدود ديال ميصر وقطاع غزة واللي إسرائيل حاليا إخوان فيه وكتقول ما غادش نخرجه منه ولكن كين ضغوطات كذلك أمريكية بش أنه إسرائيل تخرج من هذك المعبر بطبيع حال كنت تكلموا إخوان على الاتفاقية ما بين حماس وإسرائيل ربما ما زال بعيدة وخاكين بعد التفاؤل من أمريكا ولكن هذا التفاؤل ربما يا إخوان في الأيام الماضية كان لتجنب واحد الهجوم من إيران أو هجوم من حزب الله لليوم مع الصباح في الفجر مع الخامسة صباحا كان من إسرائيل إسرائيل قامت بهجوم يا إخوان على حزب الله في لبنان وكان هجوم السباقي يعني بحالة بغاو يتفادى وحد الهجوم اللي كان غايدير حزب الله في الساعة الخامسة دي الصباح اليوم على حسب معلومة استخباراتية اللي كانت عند الأمريكان واللي كانت عند الإسرائيليين بحكم أنه وراك نتكلموا على نفس الحاجة كانت عندهم معلومة استخباراتية كنتقول بلا أنه مع الخامسة دي الصباح حزب الله غيهجم بتقريبا ستالاف ما بين صواريخ وكذلك درونات وبطبع يدح لي إخوان حاولوا أنهم يجموا على هاد الأماكن اللي غينطالقوا من هالصواريخ قبل ما تبدأ العملية دي الحزب الله هاد الشي اللي كتقولي إخوان مصادر إسرائيلية وكتبغيت بين أنها قامت بوحد الإنجاز من ندارة هاد الهجوم السباقي نفس الشي إخوان حزب الله حزب الله كين فيه وتيقول بلا أنه الهجوم اللي قامت بإسرائيل يومه في الصباح ما منعناش أنه يكون عدنا وحد الرد وفعلا الرد دي الحزب الله كان بتقريبا حوالي 320 صاروخ من نوع كاتيوشا وكذلك إخوان طائرات ديال درون وطابية الحال هاد الشي يخلف لمقتل ديال جوج ديال جنود إسرائيليين واحد في البحرية والآخر ديال الجيش البري من غير أنه كانوا جوج مئة طائرة في الصباح باشتفادة الهجوم ديال حزب الله ناهيك على أنه إسرائيل في الساعات الأولى كان علنات على الحالة ديال الطوارئ في البلاد من بعد ما أنه حزب الله قال بلا أنه الرد أو المرحلة الأولى ديال الرد رها انتهت غادي تراجعوا على الحالة ديال الطوارئ وحتى المطارات غايد بدا يخدموا سوال مطار إخوان يدير بلاغات يعلن فعل الإنجازات اللي قام بها من غير أنه حزب الله كذلك القائد ديال حسن نصر الله أعطى كلمة وقال بالله أنه سنجد تقييم العمل اليوم ولكن محتاج أنه نقوم بواحد الهجوم آخر في حين أنه إسرائيل من جيتها على اللسان ديال نطانياهو تتكلم على أنه الأمور مسالات هنا وأي شخص غير إسرائيل سنقوم بالرد عليه المهم هذا الهجوم الذي كان من إسرائيل على حزب الله والرد الذي جاء من حزب الله بطبيعة الحال لا يوجد المفاوضات التي حدثت في القاهرة واللي حضرة فيها كذلك حماس وبطبيعة الحال كنت من أنهم يخرجوا بشي شيء من هذة المفاوضات خصوصا أنه يعير 24 ساعة كانوا ثلاثة المجازر في القيطاع الغزة واللي راح ضحيتها حوالي 72 شخص وهو يا رقم ماشي سهل بطبيعة الله يرحمهم تعزين الحارة للشعب الفلسطيني أما فيما يتعلق بالعدد الإجمالي دي الضحايا راح كنت كلموا على 40405 الناس اللي توفوا الله يرحمهم والناس اللي تجرحوا الله حوالي 94 ألف شخص فهاتفقر يا إخوان غذي نتكلموا على المقتل ديال شارون السيدة الإيطالية اللي في العمر ديالها 33 سنة واللي كانت ساكنة في البروفينشا ديال مدينة بيرغامو بالتحديد في البلدية ديال تيرنو ديزولا هات السيدة إخوان القضية ديالها حيرات رجال الشرطة الإيطالية اللي ما زال كيبحته منذ الليلة 29 و30 في شهر سبعة حاليا تقريبا 29 يوم وما زال ما لقوش السيد اللي قتلها بطبيعة الحال السيدة ما بالليلة 29 و30 مع الساعة الواحدة ليلة انقل عشرة دقيق سيتمطع عند ديالها بربع ديال الطعانات السيدة من خلال إخوان تشريح اللي تدار لها تبين أنه مغوت وتبين أنه من خلال المكالمة اللي دار اللي كانت مكالمة قصيرة لأنه هي لعيطة الإسعاف قبل المسموث كي تبين أنه كتعرف الشخص اللي طعنها لأنه رقيت لعيطة لهم قلت لهم راه طعني يعني كتتكلم على شخص عارفاه مش راشي واحد طعني ومش المحققين يحاولون أنهم يضغطوا ضغط راهيب على الفيضان تساكن معها والعائلة شارون فيرتزاني لم يكن لديهم مشكلة وكانوا تزوجوا عن مقاريب ولكن البوليسي يحاولون أنهم يحقوا لكي يرى العلاقة التي كانت مبيناتهم ومشاكل لكي يجعل هذا السيد أنه يطعنها أو يقسلها المهم الكاميرات اللي عندهم في المنزل كتبين بلا أنه شارون راهيب خرجات إخوان باش تمش ولكن ماكيبانش هو يعني الزوج ديال أو رافيق ديال ماكيبانش نهائيا أنه خرج من دار والتساؤل الذي يطرح الصحف الإيطالية يعني لكي نعطيكم الكمية للضغط الذي يدير عليه قال كيف كيف زاوية ميتة لما تشده الكاميرا ويقدر يخرج من بلاسة وتبعها يعني بحركة أنهم يريدون أنه المشكوك فيه رقم واحد بطبيعة الحال هو تقول لهم أنا ماذا يرتدي شي و لا يحتاج كذلك المحامي وكل مرة كعيط لي ويستنسق لمدة ساعة طويلة ناهيك على هذا راه مشو الدار ويجوش لمرة ثلاثة ويلبس اللبس الشرطة العلمية وكل يكون لابسها ويدخلوا ويجوزوا ذلك المحتاجين ويجوزوا على الهاتف ويجوزوا اللبس الذي كان عندهم في الدار وكذلك تليفون لكي يعرفوا ماذا ومساجات اللبناتهم لقدروا يوصلوا الرجال للشرطة وماذا هو الفاعل الحياة عادية السيدة التي لا لدي أسرار وماذا أشياء مخبئها خدامة الناس يريد أن تقم منها بالقتل بطبيعة من غير هذا حاليا يحتوي على السيد الذي غيبان في الكاميرا الدار ركب على بيكالا وغادي داري قريبا من المنزل وقريبا في التوقيت التي تتعنات في هيا كاميرا ستشد المنزل السيد الذي هو إيطالي متقاعد كبير في السن الذي كان كمي في باركو في الليلة والذي يتبع بعينه وقريبا يتبع لكوميسيريا قالوا لي وقريبا 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 رأسك في الباركو حاليا متابع بالتهم من شهادة وقريبا وقريبا يتبع هذا سيد الذي ركب على بيكالا وقريبا يتأكدوا منه وشهو اللي دار هذا الفعل ولله وخرى كبير معقد للغاية خصوصا أنه رجال تحقيق يقلب على شيء قريبا شخصيا فهذه الفقرة ستكلموا على مناصب الشغل في الإدارة العامة مع الدولة لإيطاليا ويدير من هنا النهاية لنهاية السنة هذا حساب الوازير باولو تزانغريلو المهم هو المناصب لإيطاليا تدير من هنا لنهاية السنة على حسب ما يقول الوازير هي مئة وسبعين الف منصب المقال لن تتحدث لن تتحدث مئة وسبعين الف كاملة ولكن لن تتحدث 750 منصب الذين سيكون في 13 جهة ويكون آخر أجر من هنا ثلاث نهار 28 في شهر 8 يقلب على الناس الذين يتحدث على الموقع هذا يتحرى عندهم شروط فيما يتعلق بالديبلوم والإجازة ولكن اجمالا نعطيكم المعلومة والتي مهتم بحث في الأمر أكثر فيما يتعلق بلد جنسي المؤسسة التي تسترجع لكريدي من المواطنين سواء كان كريدي ضريبة أو أشياء علاقة بالضرائب البلدية المهم يتوقف 470 شخص و الترشيح نهر 10 في شهر 9 القادم يحتاج إجازة التي تكون ثلاث سنوات أو بعض الحالات يكون كافي إذا كان في بعض التخصصات هنا يقلب في وزارة العدل التي تقلب على سائقين للعدد المهم يحتاج ألف البلدية تفتح في البداية هذا الشهر نهار 7 في شهر 8 و ستقفل نهار 25 في شهر السعود و الواحد يتسجل دائما في البرتالي إيمبا هنا هنا لا يعرف الشروط يدخل الموقع و يسؤول على وظيفة عامة في المدرسة ترسم الدولة يترسم مضمون و لا يتجد إشكال من المتاعب تغيير الخدمة في حين و كذلك الخارف القادم ستتجد حوالي 1800 أو أكثر في مختلف قطاعات و تقني و تقني و تقني و تقني و تقني أما العالم دي المدرسة شهر تسعودي سيبدأ عندهم قليلا صعيب و في هذه القطاع دي التدريس سيكون لأغلب الموظفين و لكن في هذا الموقع دي الناس سيظه و التاريخ دي الباندوات و لكن إجمالا هذا ما ذكرت لكم بحاليا سيكون التوظيف 170 ألف شخص في القطاع العام مع الدولة موسيقى فهذا الفقر يا إخوان سنتكلموا على إلقاء القبض على بافيل دوروف اللي هو مواطن روسي فرنسي وهو المؤسس دي التطبيق دي التيلغرام هالتطبيق يا إخوان اللي تشار في العالم لأنه تطبيق آمن وتشار لي حاجة أساسية هو أنه الشركة ما كتتعاونش نهائيا مع السلوطات دي الأي بلد كيف ما كان نوع دياله سواء البلد دي المؤسس ديالو اللي هو عنده إخوان جنسية روسية ما كيخضاعش للسلوطات الروسية وما كيخضاعش كذلك للسلوطات الغربية من بينها فرنسا للبارح إخوان في الليل مع الثمانية دية العشية لقات عليه القبض في واحد من المطارات دي المدينة باريس العاصمة الفرنسية بطبيق الحال كان في طائرة خاصة هو القارد كورديالو هو واحد السيدة عرغ ينزل في فرنسا غيشدوه والتهم اللي تعطاتوا وهذه التهم اللي هي تقيلة المشاركة في الإرهاب كذلك إخوان في التجارة في المخدرات تبهيد الأموال وكذلك محتوى إجرامي عنده علاقة بالقاصرين المهم هات السيدة إخوان كيتاهموا هات التهم كاملة لأنه مبغيش يتعاون مع السلوطات دي الأي دولة ولكن فرنسا أخذت المبادرة وخرجت في حقه واحد المذكرة دي الاعتقال رطبيت حالي علاش كيتاهموا بهات التهم كاملة لأنه فرنسا كتقول لي انتايا ما كتديرش واحد المراقبة على التطبيق ديالك وما كتمحيش الجروبات والمحادثات والمحتوى اللي هو يا إجرامي وكتعاون العصابات باش أنهم في التطبيق ديالك يوجدوا لجرائم ويبيعوا المخدرات ديالهم ويديروا بزف ديت الأشياء يعني انتا نبسؤوا على ذلك التطبيق وانتا اللي خصك تقوم بالتأمين دياله والتعاون مع السلوطات باش يقدروا انهم يقضيوا على الجريمة بطاب يتحل الامر معقد للغاية خصوصا انه باذيل كان عارف لانه عنده مذكرة اعتقال في حقه في فرنسا ولكن البارح لسببين من الاسباب ما معروفش لحدود الساعة قرر انه يمشي لفرنسا وينزل في المطار ديال باريس علاش دار هاد الخطوة وعلاش هو يا إخوان دائما كان كيتجنب الدول الأوروبية وكيمشي عين روسيا ولا دبي وكيمشي المقر ديال الشركة تيليغرام او الدول ديال امريكا اللاتينية بطبيعة الحال الحاجة اللي هي مهمة تيليغرام طريقة اللي كيتعامل بها مع الميصاجات مع المكالمات ومع الاتصالات عبر طريقة الفيديو هي إخوان تقنية اسميتها انتو انت يعني الميصاج كيخرج من عند السيد من عندي انا مثلا باش يوصل الوحد الشخص اخر انفو كنكليك باش يتصافت هذا الميصاج اللي انا كتف فيه السلام كيولي واحد الكود كيوصل للشركة والشركة كتوصله الشخص الاخر عاد كيرجع كلمة السلام كيف مصحف التقناية ولكن مني كتخرج من عندي وكتدوز للشركة حتى كتوصل عند السيد كتكون عير كود لساحيل انه شي واحد يعرف اشنه هو المحتوى ذياله وهذا الطريقة عند تيليغرام عند الواتساب وعند اغلبية الشركات و اأمن شركة كينا هي السينيال حتى هي اخوان بحل الواتساب حتى هي بحل تيليغرام ولكن تيليغرام تشهر لانه ما كيتعاونش وما كيخضرش لضغوطات ديال الدول هذه اول نقطة وتانيا لانه الخدمات اللي سيقدم كثيرا للغاية مقارنة بالواتساب ومقارنة بأي وسيلة اخرى او تطبيق اخر ديال التواصل يعني تيليغرام يا اخوان راه بحر وفيه جميع الاشياء الممكنة المهم اجمال اني اخوان هات السيد لذا التطبيق هو والاخ دياله قال ليهم الهدف الرئيسي من هات التطبيق هو اني ندير تطبيق اللي ما توصلش له الدول لانه هو كان داري اخوان فيكي اللي هو واحد الموقع ديال التواصل الاشيماعي كان في روسيا هو الشابيه ديال الفيسبوك حيث في روسيا ما عنده مش الفيسبوك كان داره هواية ونجح ذاك الموقع ولكن كانت عليه ضغوطات كبيرة من الحكومة الروسية واضطر انه يبيع ذاك الموقع باش يدير تطبيق خاص به ويكون الوعد دياله الوحيد انه ما يبيعش الناس اللي كيتتعمل بالتطبيق دياله ده بحاليين التساؤل اللي متروح واش غاد يخضع للضغوطات ويبيع الماتش كيف ما بيعونه المواقع والتطبيقات الاخرى او انه غاد يسمد وغا يكسب تيقى اكبر من المستعملين ديال هات التطبيق ليقدر العدد دياله بتسعمية مليون شهريا يعني تقريبا مليار دياله الناس اللي كيتتعمل هات التطبيق شهريا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة